الآن نذهب إلى التحليل مع ضيفي هنا في الستوديو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور خيري كورباجولو أهلاً وسهلاً بك إلى سكاي نيوز عربية نبدأ من تصريح المرشح سينان أغان الثالث الذي أقصي الآن من هذه الانتخابات من جولة القرم وحصل على 5% قال أنه خلال يومين سيعلن مع من سيعمل وسيدعم من لكن هل بالضرورة أنه لو دعم الرئيس أردوغان أو دعم كليشدار أغلو أن تذهب الخمسة بالمئة أصواته كلها معه ولا كيف نتوقع أن يتصرف يعني الخبراء اللي يعملون في الميدان أنه الثلث احتمال كبير يحتمل إلى القلشتار أغلو ربما ثلثين أو ما لكن في احتمال أيضاً الثلث لأردوغان ثلث لقلشتار والثلث قتله يروح إلى السندق يعني هذا ليس مضمون ليس مجموعة متماسكة ومتناسكة فيما بينه ولذلك هذا التقدير يكون خاطئ طب سينان أغان كيف سيأخذ قراره برأيك إلى جانب من يصطف ويصرح بأنه سيدخل في المساومة يعني أعتقد البعود هي التي ستحدث موقفه لكن للعلم أنه كان معارضاً قوياً للسلطة الحاكمة سابقاً ولذلك أستطيع أقول بأنه من الصعب أن يتراجع عن هذا الموقف من أجل بعض المصالح ولكن شهدنا دكتور خيري يعني كثير من المعارضين الشرسين للرئيس أردوغان انضموا إليه وزير الداخلية دولة بحشالي وعدة بمحاكمة أردوغان والآن أكبر حليف له لكن عياته مسياسية بعد ما صار وزراء تنتهي نهائياً إذا كان له توقعات مستقبلية فيقد قرار مبدئي أما إذا كان نفعي مصلحي فسيقول أصفور في اليد أحسن من عشر يعني كرجدار أغلو يعني موقف هو أيضاً طيب الآن خلال الأسبوعين الآن واضح أن هناك حملة من قبل المعارضة وكرجدار أغلو من أجل رفع الهمم لأنه اليوم كان فيه انتقادات كثيرة في رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن خيبة الأمل عن اليأس في المعارضة برأيك خلال أسبوعين ممكن أن يستعيد كمالك الإجدار أغلو ومعهم من قيادات يحفز الناخبين مرة أخرى أم أن اليأس خلاص تمكن منهم أعتقد أنهم سيستردون هذه المعنوية حسب ما تابعت فيه الوسائل لعلامة التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك أيضا ليه علاقات وصيلة مع هذه الأحزاب الستة أعتقد أنهم سيستردون هذه المعنوية وبالإضافة إلى ذلك هما سيقوم بمراجعة مواقفهم أين الخلل بنسبة لهذه الحملات السياسية ولربما سيقومون بتطبيق استراتيجيات جديدة لأن الأحزاب الستة ليس أحزاب ستة فقط وراء هذه الأحزاب أيضا كوادر مؤخلة في مجالات مختلفة نعم النتيجة بالنسبة لي بالمناسبة ليست سيئة إذا نظرنا إلى إمكانية الحزب الحاكم استغلال إمكانية الدولة والثروة الاقتصادية والإعلام وما إلى ذلك يجب علينا أن نضرب هذا النجاح لتحالفهم بعشرة إذا نظرنا إلى إمكانيات الطرفين يعني عدم التوازن أو التوازن يعني غير موجود بين الطرفين ولذلك أعتقد هما ستراجعون هذه النقاط بالنسبة للرئيس أردوغان يعني بالأمس كان في احتفالات طبعا في يعني وأن لم يفز لكن حزبه في البرلمان قوي وإن تراجع ب30 مقعد لا يبدو أنه في استعجال في بدء الحملة هل هو ضامن أنه لا يحتاج الكثير وأن الأغلبية العددية في البرلمان ستجعل الناخبين يفضلون أن يكون الرئيس متوافق مع البرلمان وبالتالي هي مسألة محسومة ولا حاجة لفعل هل هذا الأمر عامل مهم بالنسبة لأردوغان ممكن أن يحسم كل شيء في موضوع البرلمان؟ ولا أعتقد ذلك إذا نظرنا إلى أسطوب أردوغان لأن عادة أسطوب حاد لكن تصريحات بعد فرز الأصوات وكذلك التصريحات المتوالية ويبدو رجل احتياطي ولماذا؟ لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية وكلها مؤشرات سلبية غير إيجابة ولا يمكن أن يستمر في هذا الطريق حتى ولو حصل على 100 من المئة من الأصوات لأن هناك الشكاوي هناك أرقام موجودة الفساد أيضا بلغ إلى الذروة والبطالة ويعني الغلافة والعملات الإجنبية وكل واحد من ثلاث شباب تركي يطمع للخروج برا ولذلك هناك هم يعرفون هذه الأسباب ولذلك يقال أنه أردوغان قد يتفاهم مع المعارضة للانتقال إلى نظام برلماني حتى أول فازة في هذا السبب أشكرك شكرا جزيلا ضيفي هنا في الستوديو في أنقرة دكتور محمد خيري قرباجولو الباحث السياسي والأستاذ الأكاديمي الجامع شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا